مناسبة ما احنا بنتكلم عن الاراضي واتعامل مع الاراضي في لجنة استرداد اراضي الدولة ومستحقتها عقدت برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والستراتيجية عقدت اجتماعها الدوري لمتابعة اجراءات التقنين بالمحافظات كان بيترأس الاجتماع لواء مجدي عبدالغفار مستشار الرئيس لشؤون الامن ومكافحة الارهاب واكد مراعاة لجنة تسعير بالمحافظات لعدم المغالاة ومراعاة البعض الاجتماعي والتفرقة بين من تربح واستفاد من الاراضي اللي جرى وضع اليد عليها وبين من اقاموا عليها السكن نظرا لظروفهم المعيشية الصعبة اكد عبدالغفار ان الهدف هو التقنين وتحصيل حق الدولة لكن في الوقت نفسه عدم المغالاة على المواطنين خاصة في تقنين المباني بالقرى واشار لضرورة تنفيذ القانون والتفريق بين وضع اليد الجاد ووضع اليد المغتصب